السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددان طلاب مدرسة أوريانت الافتراضية لنتابع مع بعض السلسة التعليمية الإلكترونية لماد التقنية المعلومات للصف الثالث الثانوي للمنهاج الليبي الخاص بالقسم العلمي كنا قد وصلنا إلى خاصي أو الأداة تيكس بوكس كنا نتحدث عن خصائص وطرق أو الميثود الخاصة بالأداة لابل في الدرس السابق وأما في هذا الدرس سوف نتحدث عن الأداة تيكس بوكس ما هي خصائصها ما هي أهم الطرق المستخدمة معها وما هي أهم الأحداث المستخدمة معها لننتقل إلى واجهة الفيجوال بيزيك أو دعونا مبدئيا نشاهد الملف كنا اتفقنا أنه نمشي مبعض على الملف البدئي في الموجود ونطبق كل فكرة فيه بشكل عملي نشرحها وننقل الفكرة وتطبيقها بشكل عملي أداة صندوق الناس تيكس بوكس طبعا نحن كنا شرحنا سابقا أنه هالأداة تستخدم من أجل إدخال البيانات النصية أو السلاسل المحرفية طبعا وأنا ركزت لكم أنه السلاسل المحرفية تعني الأرقام والأحرف وجميع الرموز الموجودة في الكيبورد طبعا وين بيتم تخزين تلك البيانات أو السلسل النصية في خاصية اسمها تيكست للأداة تيكس بوكس من أهم الخصائص لهذه الأداة الخصائص التالية إذن في هذه الجلسة سوف نشرح الخصائص المهمة لتلك الأداة ومن ثم في جلسة تالية نشرح الطرق والأحداث إذن الخاصية تيكست هي من أهم الخصائص لتلك الأداة والتي يمكن من خلالها إضافة ناص للصندوق أيضا عندي خاصية تسمى ملتي لاين الملتي لاين والمقصود فيها إتاحة مجال كتابة أكثر من سطر في الأداة تيكست بوكس نحن نعرف لما نكتب في الأداة يتم الكتابة فيها بنفس السطر وبالتالي إذا كانت الأداة لها عرض معين أو حدود معينة نلاحظ أن السطر أو الكتابة سوف تختفي وراء تلك الحدود وبالتالي لا يمكن مشاهدة النص في حال تفعيل هذا الخيار وجعل تلك الخاصية قيمتها ترو عند ذلك نتيح إمكانية تعدد الأسطر وبالتالي يقوم بالالتفاف عندما يصل إلى نهاية الحافة يقوم بالالتفاف وكتابة أكثر من سطر دعونا أن ننتقل إلى الفيديوالبيزيك لنقوم بتجربته بشكل عملي سوف أقوم بإدراج أداة تيكست بوكس طبعا نحن اتفقنا أنه إدخال بيانات النصية على الخاصية تيكست إما يكون من الخاصية تيكست في حالة التصميم ممكن نكتب وممكن نحذف النص اللي بدنا يعه أو أثناء التشغيل أنا ما رح أدخل بيانات النصية في الخاصية تيكست أو أثناء التشغيل عند الكتابة بداخل الأداة تيكست بوكس من نقر عليها والكتابة بداخلها طبعا أنا ما رح أكتب نص معين رح أكتب مثلا نص شمنكان بس حتى أجرب منلاحظ الآن يتم الكتابة في نفس السطر يعني منلاحظ أنه تختفي الكلمات الجديدة أو الكلمات السابقة وراء حدود تلك الأداة لذلك نحن هنا بهمنا يكون في عندي التفاف بالأسطر أو التفاف للسطر يعني بحيث أنه يمكنني من كتابة أكثر من سطر في الأداة تيكست بوكس حتى نفعل تلك الأداة نذهب إلى الخاصية اللي كان اسمها طبعا نحدث الأداة اللي كان اسمها مالتي لاين حرف الام مالتي لاين وبتذكروا كان في الأداة الليبل كان في عندي الخاصية أيضا ولكن الخاصية بتختلف من أجل تفعيل التفاف الأسطر كانت الخاصية الخاصة بالتفاف الأسطر للأداة الليبل كان اسمها ويرد راب بينما بالتكست بوكس اسمها مالتي لاين فعلت إلى true الآن إذا ما قمنا بالكتابة داخل تلك الأداة نلاحظ أنه بيوصل إلى نهاية الحافة وبالتالي يقوم بالالتفاف وتفعيل كتابة أكثر من سطر طيب ولكن لاحظوا معي إذا ما تبعت الكتابة هو عبي يلف بالأسطر إذا عطاني إمكانية تعداد الأسطر ولكن أيضا إذا ما قنت بكتابة أكثر من سطر وبنفس الوقت لم تتسع النافذة الموجودة فيها عند ذلك يمكن التنقل إلى الأسطر العلوية أو السفلي وسط الأسهم وهنا أشير إلى أنه يمكن أو يوجد إمكانية إضافة شريط تمرير يمكن وضعه بهذه النافذة أو تلك الأداة من أجل سحب الشريط إلى الأعلى والأسفل من أجل تمرير النص بداخله دعونا نعود إلى الملف بس خلوني انتقل إلى الأداة أو الخاصية اللي اسمها Scroll Bars بعدين بيحكي عن اللغ Scroll Bars إذن لعرض أو إخفاء أشريط التمرير إذن يمكننا إظهار أو عرض أشريط التمرير من خلال الخاصية Scroll Bars دعوني أنتقل إلى Visual Basic لتطبيق تلك الفكرة إذن نحدد الأداة ومن ثم الخاصية اللي اسمها Scroll Bars نقوم بتفعيل من لاحظ القيمة الافتراضية الصفر في عندي القيمة واحد تعني هوريزينتا لإضافة شريط تمرير أفقي من لاحظ هون ضف لي شريط تمرير أفقي وفي عندي الخاصية Vertical 2 بيضف لي شريط عمودي وفي عندي الخاصية بوث كلاهما بيضف لي الشريطين الأفقي والعمودي أنا في حالتي رح أضيف Vertical وأعمل تشغيل البرنامج الآن إذا ما قمت بكتابة نص طويل عند ذلك سوف يتفعل ذلك الشريط وبالتالي يمكن استخدامه نلاحظ أنه تم تفعيله ويمكن استخدامه بدل استخدام الأسهم طيب عندي الأداة أو عفوا الخاصية Looked الخاصية Looked هذه الخاصية إذا كان حولنا قيمتها إلى True فإن الصندوق أو الأداة TextBox سوف تستخدم لعرض النصوص فقط دون أن تسمح لنا بإدخال بيانات نصية فيها أو تعديلها وبالتالي بيصبح مثل العنوان مثل اللابل يعني وكأنما نقوم بقفل تلك الأداة من أجل إدخال البيانات النصية وإنما عند ذلك نستخدمها فقط لعرض النصوص أو النتائج المطلوبة كيف بدي أحولها إلى True أو كيف بدي أشوفها الحكي هذا طبعا قبل ما أفعلها أو أفعل الخاصية Looked إذن أشير أنه نحن بالصندوق أو بالأداة صندوق النص يمكن أن نقر عليها والكتابة إدخال النصوص أو التعديل عليها أما إذا ما قمت بالزهاب إلى الخاصية Looked وقمت بتغيير قيمتها إلى True وفعلت تلك الخاصية الآن نلاحظ أنه لا يمكن الكتابة بداخلها وكأنما قمت بقفل تلك الأداة وإنما في تلك الحالة تستخدم فقط لعرض النصوص أو النتائج يعني إذا كنت برمجيا ريبطة بكود يقوم بعرض ناتج عملية حسابية أو عرض نص معين عند ذلك سوف يقوم بعرضه فقط ولا يسمح لنا بإدخال أو تعديل البيانات عليها هذه بالنسبة للخاصية Looked سوف أقوم بإلغاء الخاصية Looked وأرجع إلى الفوز الخيار الأفتراضي طبعا أحدد الأداة بالبداية إذن Looked أعود مرة أخرى إلى الخصائص إذن تحدثنا عن التكست والمالتلاين واللوكت والسكرول بار الماكس لينكس المقصود فيه الطول الأعظم للنص يعني يمكننا من خلال الخاصية ماكس لينكس تحديد أعلى طول للنص أي عدد المحارف المطلوبة في النص فإذا أردنا إدخال مثلا أنا أستخدم هذه الأداة هذه لأدخال اسم المستخدم أو اسم الأب أو اسم الأم أنا بعرف أنه مثلا اسم المستخدم لا يتجاوز طوله 15 محرف فلذلك ما في داعي أتيح المجال مفتوح لأدخال عدد كبير من المحارف وبالتالي بتحجز مكان كبير في الزاكرة ممكن أحدده وأقول له بدي إياه بـ 15 محرف أما إذا كان بدي إياه بشكل مفتوح أي أكتب النص أو عدد المحارف بشكل مفتوح بدون طول محدد عند ذلك نجعل القيمة هي صفر نعود إلى الخاصية مرة أخرى أو الأداة تكست بوكس ونشاهد تلك الخاصية التي اسمها ماكس لينكس حرف الام ماكس لينكس نلاحظ أن القيمة الافتراضية هي صفر ولا تنسوا أن القيمة الافتراضية صفر أو القيمة صفر للخاصية الماكس لينكس تقوم بجعلك إدخال عدد محارف لا حدود له أي قيمة مفتوحة لألك شاءد ما بدك بتبتو فيه نص أما إذا ما حددته قلت له بدي إياه مثلا 8 محارف عند ذلك عند ذلك لن يسمح لي بإدخال أكثر من 8 محارف فقط لاحظوا معي إذن 8 محارف بما فيهم المصدر الفراغ والأحروف أو الرموذ الأخرى هذه بالنسبة للأداة ماكس لينكس أما الأداة أو الخاصية عفوا الخاصية ماكس لينكس أما الخاصية باسورد شار طبعا تستخدم هذه الخاصية مع صناديق النص أو المطلوب فيها كتابة كلمات السر حتى لا يمكن للمشاهدين أن يروا كلمة السر المكتوبة في صندوق النص فعند ذلك يمكن تحويلها إلى نجمة بكتابة الرمز نجمة في هذه الخاصية نذهب إلى الخاصية باسورد شار ونكتب الرمز نجمة فعند ذلك عند كتابة كلمة السر أو ادخال المحارف يتم كتابته على شكل رمز نجمة لنقوم بتجربة تلك الخاصية نذهب إلى الأداة نذهب إلى الخاصية عفوا باسورد شار ونكتب القيمة نجمة لتلك الخاصية الآن دعونا نجرب طبعا هو ما زلت أنا نفعل الماكس لينكس قيمته 8 وبالتالي لن يسمح لي بكتابة أكثر من 8 محارف نفعل أو نشغل البرنامج لنجرب نكتب مثلا أي محارف نلاحظ أنه يكتب الرموز نجم بدل المحارف ولا يسمح لي بكتابة أكثر من 8 أحرف إذن الماكس لينكس من خلاله منحدد طول النص أو السلسلة النصية أو عدد المحارف اللي بدي أكتبها وما بنسل قيمة صفر تعني أنه لا حدود لطول النص أما الخاصية باسورد شار فتعني أنه يمكن تحويل الحروف الظاهرة أمامنا عند أدخالها إلى الرمز نجمة من خلال كتابة الرمز نجمة في تلك الخاصية طبعا هذا كل ما أو أهم الخصائص المتعلقة بالأدات تيكس بوكس في الدرس القادم سوف نتابع مما بعد في الطرق والأحداث الجلسة القادمة سوف تكون طويلة نوعا ما يمكن نعمل جلستين بجلسة واحدة إلى هنا وأتوقف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته